أهلا بكم عبر التاريخ كانت وما زالت القاهرة الداعم الأول للقضية الفلسطينية حيث تأتي تلقى القضية على رأس اهتمامات القيادة السياسية ففلسطين في قلب مصر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلية على قطاع غزة تتعامل مصر وفق مقاربة متعددة الأبعاد انطلقت من ثوابط رئيسية تتمثل في رفض كافة الممارسات والأطروحات الإسرائيلية التي تم ترجمتها عمليا من خلال سياسات التهجير القصري للشعب الفلسطيني فضلا عما يعرف بسيناريوهات اليوم التالي وذلك انطلاقا من كونها تمثل تصفية للقضية وتفرغها من مضمونها قبل أن تكون تهديدا للأمن والسيادة في مصر بذلت القاهرة جهودا كبيرة عبر عدة مصارات دبلوماسية مكثفة من خلال التواصل مع جميع الأطراف في حرقة حماس من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى سعيا للتوصل لاتفاق ملزم بوقف إطلاق النار والعمل على تقريب وجهات النظر بينهما وإدخال المساعدات الإنسانية إلى جانب إتمام صفقة تبادل المحتجزين والأسرة مصر شارقت بفعالية في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تناقش القضية الفلسطينية وتسعى لعرض وجهة نظرها ودعوتها لحل عادل للصراع بذلت القاهرة جهودا دبلوماسية مكثفة لإقناع الدول الدعمة لإسرائيل بضرورة الضغط عليها لوقف عضوانها على قطاع غزة أما على المستوى الإنساني لم تتدخل مصر أي جهد لإدخال المساعدات إلى القطاع المأزوم مرورا بإقامة الخيام ومراكز الإيواء ووصولا إلى عمليات إنزال المساعدات من الجو عبر تحالف دولي وعلى الرغم من كافة العرقيل والقيود التي تحاول إسرائيل فرضها إلا أن مصر ظلت ملتزمة بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة وضغطت في البداية عبر ورقة مزدوجي الجنسية كما شرقت مصر في إبداء الرأي والترافع أمام المحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وقدمت مرافعات فندت من خلالها الادعاءات الإسرائيلية وأكدت على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني لتشكل تلك الخطوة في إطار القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا محطة فارقة لإدانة سلطات الاحتلال بل وانتظر قادتها بحذر صدور مذكرات اعتقال بحقهم جهود وخطوات مصرية قوية بدت واضحة جالية أمام العالم واستحقت ثناء العديد من الدول التي أكدت على محورية دول القاهرة الاستراتيجي والمؤثر بل وأشدت بما سعيها الدقوبة للتوصل إلى حل سلمي للصراع وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وبالرغم من التحديات الكبيرة إلا أن مصر مصممة على مواصلة جهودها الدبلوماسية المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويعد وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى بالنسبة لمصر وذلك إيمانا منها بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة كما أن دعم فلسطين يعتبر بمثابة عقيدة راسخة في الوجدان المصري إذن فالقاهرة تعتبر الطرف الأكدر والأكثر إدراكا لتفاصيل ومفاتيح القضية والأكدر على قراءة الملف وواقع كل طرف من الأطراف بجانب امتلاك الاتصالات مع الأطراف الفاعلة والأطراف الإقليمية والدولية اشتركوا في القناة